البرلمان النمساوي يشدد معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب وقنر قانون العقوبات طبعا كان فيه أو مازال موجود فيه عمليات غسيل الأموال اللي هي بتتم عن طريق تجارة المخدرات عن طريق العملة العملة المزيفة هل يستطيع بعد قرار البرلمان أن يكون هناك وخاصة أن النمسا زي ما تكلمنا كتير وتعتبر معقل لموضوع التجسس والحاجات دي هل يمكن بمثل هذا القرار أن تحد النمسا من هذه الجرائم من نوجة نظرك؟ سألت وأجبت هذا فعليا ما نتمناه فعليا من هذا القرار الذي يحتاج للتنفيذ أعتقد حتى سنة 2026 أو أعتقد قرار بالغ الأهمية وموضوع بالغ الأهمية في حال تم تنفيذه أو جرأت واستطاعت النمسا أن تنفذ هذا الموضوع يعني بصراحة العمل على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لأن النمسا بالفترة الأخيرة سأت سمعتها كثيرا بهذا الملف أقرى المجلس الوطني اليوم معايير أشد طبعا ليس اليوم هو فعليا قبل يومين معايير أشد لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى قرار قانون جديد يخص العقوبات الإقتصادية وذلك بعد تصويت جميع الأحزاب باستثناء من؟ باستثناء حزب الحرية باستثناء الـ FBO يعني طبعا وزير المالية جونتر ماير الجديد الذي تم تنصيبه حديثا أن تشريعياته في إطار تنفيذ معايير مجموعة العمل المالي FATF العالمية والتي تضع معايير دولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وضف ميار أن في الوقت الراهن تخضع النمسا المراجعة من قبل هذه الهيئة وهو ما يتطلب تجنب إدراج النمسا في القائمة الرمادية لاحظ؟ مع الأسف الشديد النمسا في القائمة الرمادية يعني قريبة من القائمة السوداء الخاصة بالهيئة حيث قد يترتب على ذلك تأثير اقتصادية سلبية كبيرة تصل إلى عدة مليارات مليورهات يعني في حال وضع النمسا على القائمة الرمادية فعليا ستخسر النمسا الملايين من اليورهات يعني قرار إيجابي بالضبط قرار إيجابي ونتمنى أن فعلا تستطيع النمسا تنفيذه وإقراره والعمل به لأنه فعلا سيرفع وسيحسن صورة النمسا بشكل في المجتمع الدولي نعم 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 أضف على ذلك موضوع مكافحة الإرهاب لأن العديد من المنظمات الإرهابية تستطيع تستطيع اللعب بالموارد المالية يعني بشكل أو بآخر من خلال بعض الثغرات القانونية الموجودة فبالتالي هذا القانون أصل أيضا أعتقد أنه سيساهم بمكافحة الإرهاب وتمويل العديد من الجماعات التي تعمل من النمسا وانطلاقا إلى مناطق أخرى بالعالم موضوع يطول لن ندخل فيه حاليا ترجمة نانسي قنقر